نظم أهالي قرية جردايا الواقعة على بعد ثمانية كيلومتر من العاصمة أنجمينة مناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بحضور أعضاء المجلس العلى للشؤون الإسلامية محمد حسن آدم والتفاصيل أقام أهالي قرية جردايا الواقعة على بعد ثمانين كيلومتر شرق العاصمة أنجمينة بإقليم حجر لميسة حفلا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار قوله تألى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بهضور ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ ميكائيل حسن ورئيس بعسة الأزهر الشريف الشيخ خالد أبدالله فريج ووكيل بعسة الأزهر الشريف الشيخ حاشم بكر أمين وبعد من أبناء المنطقة المقيمين بالعاصمة وجمء غفير من أحالي قرية جردايا والقرى المجاورة لها وبهذه المناسبة قدم رئيس اللجنة التنظيمية الأستاذ أحمد قنبو حسن ابن القرية كلمة رحب فيها بالهضور معكداً بأن هذا الاحتفال هو الرابع من نوئه بذكرى المولد النبوي الشريف واختتام 41 ختمة قرآنية وجملة من الأضئية قدمها أهالي القرية للمنطقة قاسة والبلاد عامة كما أشاد بفرح وصرور أهالي القرية بهذا الحدث التاريخي كما سمحت المناسبة لكل من رئيس بئسة الأزهر الشريف بالبلاد الشيخ خالد أبد الله فريج بمحاضرة المحتفلين حول عظمة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووكيل بعسة الأزهر الشريف الشيخ حاشم بكر أمين والشيخ أثمان أبد الله بشير بالحديث حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعرب سكان القرية عن فائق شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم في نجاه هذا الحفل من جانبه ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ مكائل حسن فقد شكر باسم رئيس المجلس الأعلى أهالي قرية غردايا على إقامتهم لهذا الاحتفال معكدا بأن مثل هذه المناسبات تسمه بوعز وإرشاد الناس حول سيرة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهاية المناسبة تضرع المحتفلون إلى الله عز وجل في دؤاء قتم القرآن الكريم بأن يديم للقرية وما جاورها والبلاد عامة بالعافية والأمن والسلام والاستقرار